من تونس ينضم علينا سيد عبد الحميد بن مصباح المحلل السياسي سيد عبد الحميد إذن حكومة المشيشي نالت ثقاء الآن كيف يمكن أن نتنبأ بالمشهد السياسي في تونس سيما أن هناك بعض الأنباء التي تحدثت عن ربما اضطرابات أو خلافات بسيطة بين المشيشي وسعيد أثناء تشكيل الحكومة الوزرية اليوم الرئيس قي سعيد قد تقريبا ضحظ ضمنيا هذه الإشارات وإن كانت أكثر من قرينة تدل على وجود خلافات وهو في تقدير مسألة طبيعية بل الأصل في الأمور أن تكون هناك خلافات بين وجهة نظر رئيس الجمهورية ووجهة نظر رئيس الحكومة في علاقة باختيار تركيبة الحكومة خاصة وأن الضغوط المصلة على كليهما ليست هي نفسها فالسيد رئيس الجمهورية لا ضغط عليه إلا ضغط الدستور وضغط القانون وضغط ما يراه صحيحا على خلاف سيد شامل مشيشي الذي ربما إضافة إلى هذه الضغوط هناك الضغوط إضافية وهو أنه مطالب بكل المقاييس وتحت كل الظروف بأن يوجد حبل تواصل مع الأحزاب لأن لا سبيل لمرور حكومته إلا بأغلبية المشهد البرلماني المشكل من الآن أغلبية ربما لا تروق للسيد رئيس الجمهورية وقد عبر عن ذلك صراحة اليوم توجيهه لأكثر من انتقاد وهنا سيد عبد الحميد كما سبق وأن عبر عن ذلك يعني هنا هل نستطيع أن نتصور ربما سيناريو مشابه في علاقة قس السعيد مع المشيشي كالذي كان مع يوسف الشاهد هذا هو السيناريو الذي لا يريده الرئيس قيس عيد بل لا يريد أن يتخيله أصلا أو لا يفكر فيه أصلا لأنه تقريبا هناك التشابه إلى حد كبير بين هذه السيناريو الذي يقع الآن والسيناريو الذي حدث بين الرئيسين الرئيس المرحوم بلاجي قيد السبسي ويوسف الشاهد نعلم جميعا أن سيد يوسف الشاهد عندما قدم إلى رئاسة الحكومة كان نسبيا شخص نكرة وكان حائزا على ضمان شخص وحيد وهو رئيس الجمهورية وبعد ذلك ربما وجد لنفسه طريقا مميزا ومستقلا عن شخصية رئيس الجمهورية ووجدنا خلافات عميقة وصلت إلى درجة القطيعة ووجدنا أن سيد رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد وهنا نتحدث سيد عبد الحميد ربما غازل حركة النهضة إذا ما ذكرنا بالضبط إذا ما ذكرنا يوسف الشاهد وفترته السابقة لا بد أن نذكر حركة النهضة اليوم هل تتوقع أن تلعب حركة النهضة بنفس الطريقة وبنفس الورقة التي حاولت أن تلعب بها مع الفخفاخ ولم تنجح ولكنها ربما نجحت إلى حد ما مع يوسف الشاهد الذي يتابع مداولات الأمس يستقرئ بمنتهى اليسر بأن حركة النهضة ربما أخذت من الدرج هذا السيناريو وهذا المخطط عساه ينجح مع هشاب المشيشي كما نجح من قبل مع يوسف الشاهد يبدو من خلال تدخلات نوابها أن هناك مراوحة بين لغة الإسناد ولغة التهديد بين لغة الرضاء ولغة القطيعة وجه نوابها نقدهم بالأساس إلى رئيس الجمهورية وتناسوا أن الذي أمامه هو رئيس الحكومة المكلف وأن الأصل في الأمور أن تتوجه مداخلاتهم ومقولاتهم إلى رئيس الحكومة المكلف حركة النهضة في تقديري ستقوم بكل ما في وسعها لاستيعاب رئيس الحكومة والاستيعاب الحكومة وخلق توافقات وتقاطعات وربما تآمر أيضا في المعنى السياسي طبعا لتصفية أكثر من ملف ولتمرير أكثر من غاية بالنظر إلى أن تقريبا حركة النهضة الآن أصبحت في الزاوية مع قوتين رئيسيتين هما قلب تونس وإتلاف الكرامة في مواجهة من؟ في مواجهة الجميع تقريبا وعلى رأسهم رئيس الجمهورية الذي ربما خطابه اليوم كان صريحا في إعلانه عن وجود خلاف عميق بينه وبين هذا الإتلاف الحكومي أو هذا الفريق المسند للحكومة والذي كان له السبق في حيازتها على ثقة شكرا جزيلا لك عبد الحميد بن مصباح المحلل السياسي كنت معنا من تونس اشتركوا في القناة